وهو متعلق بتعليقي على قيادة موسيماني في كأس العالم للأندية لفريق النادي الأهلي الناس قبل البطولة لما كانت بتتكلم على مشاركة الأهلي كان طموحها وصل لأي مرحلة كان الحديث دايما عن المشاكل اللي بتواجه الأهلي إزاي هل مثلا بيتسو موسيماني طلع قال أنا ما عنديش لعيبة هشارك بدون أبرز التشكيلة الأساسية ولا اشتغل على فكرة إزاي يستعد الأول مباراة أمام مونترين مكسيكي ويسفج أتاً الكل لما شاف الأداء في أول مباراة سقف الطموحات عيلي والناس بتقولك ده الأهل إن شاء الله رايح لنهاية كأس عالم ده فعلاً كان كل الطموح بالنسبة للجهاز الفني والإدارة والجمهور لكن أنا عايز بس أعمل نقطة نظام في فكرة التقييم لما بنكسب الكلام يبقى كبير قوي لما لا تقدر الله بنوفق وبنخسر بننزل بالطموحات وبنبدأ نهد بشكل كبير وده مش كويس وده مش صح أنت عندك طموحات وعايز توصل نهاية كأس عالم لكن فيه ظروف معاكسة أولاً البطولة ما كانش فيها نظام ولا كان فيها عدالة والكل عارف ده سانياً أنت لو بتشكيلتك الأساسية كنت تكسبت مباراة بس كان عندك غيابات وغيابات مؤسرة إلا لما انحضر في المباراة الأولى بس أنت خدوا بالكو برضو أنت بتوصل لمرحلة مفيش فرقة في العالم ممكن تكسب كل المطشوات في ظل غياب كل العناصر الأساسية بارشلونة بدون ميسي شوفوا اللي حصل فيها على مدار سنة كاملة إيه اللي بيحصل ريال مدريد بدون كريستيانو وصلت لأي مرحلة في دوري أبطال أوروبا فأتمنى التقييم ليبيتسو مسماني تحديداً يكون تقييم موضوعي لما بيكسب اللي بيطلع ينتقد يشيد مش لما بيكسب اللي بيطلع ينتقد بيستخبه ولما بيخسر بيطلع ينتقده زي ما بتنتقده هو بيخسر اطلع شيد بيه هو بيكسب أنا اللي يهمني مباراة الهلال السوداني بعد مباراة السبت الجاي لأن احنا دخنعنا مع معاة دوري أبطال إفريقيا ست مباريات في شهر ونص لسه الدوري لسه منافسات قوية جداً فأتمنى يكون في تقييم موضوعي وفكرة المكسب والخسارة ما تبقاش نسبية عند كل السادة النقاد والمسؤولين والإعلامين وحتى الجمهور اللي مهم جداً يقف في صف الأهلي وجمهوره واجهازه الفني أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف أبرز الفقرات اللي معنا النهاردة في برنامج التريند